أعزائي الطلبة والطالبات تخصص زخرافة وعلان للصف الثالث أهلا بكم معا في حلقة من حلقات مادة تخطيط وإدارة إنتاج النهاردة إن شاء الله هنتناول أحد المقايسات لنصب تسكاري لنصب تسكاري هيوضع في أحد الميادين والمفروض أنه هو يكون مدهون بديهان وفي الغالب هيكون دهان البلاستيك طبعا إحنا عارفين أن أي مقايسة بتتناول المساقط بتاعتنا اللي هو المسقط الرأسي والمسقط الأفقي والمسقط الجانبي في بعض المقايسات بيبقى موجود وفي الغالب بيبقى المنصور أو الشكل المجسم للمقايسة بيبقى موجود برضو عشان نستوضح منه الأشكال سواء كانت مجسمات أو أشكال مسطحة في المقايسة طيب وكذلك برضو عارفنا كيفية تحليل المقايسة إزاي نحللها نعرف كل شكل من الأشكال اللي موجودة في المقايسة طيب نبدأ نتناول مع بعضينا كده ونشوف المطلوب من المقايسة دي ايه هو اللي عاوزه فيها مقايسة نصب تسكاري بقولي الرسم الموضح عبارة عن المسقط الرأسي والأفقي والمنظور الهندسي للنصب التسكاري بأحد الميادين وهو مصنوع من الطوب ويتم دهانه بديهان البلاستيك طيب ايه المطلوب بقى في حل المقايسة دي أول مطلوب حساب وتوريد مساحة النصب التسكاري يعني عاوز مساحة النصب التسكاري طيب ده الطلب الأول طيب الطلب الثاني حساب وتوريد مساحة عدد 13 نصب تسكاري لدهانه ببوية البلاستيك طيب نبدأ نشوف مع بعضينا الرسم بتاعنا أيوة ده اللي هو المسقط الرأسي والمسقط الايه الأفقي المسقط الرأسي والمسقط الأفقي زي ما احنا شايفين قدامنا ادي النصب التسكاري الوجهة الأمامية بتاعة الشكل وطبعا يعلو النصب التسكاري شكل على شكل دائرة بنراه برضو دائرة في المسقط الأفقي تحت يبقى دي كرة يبقى كرة مرتكزة على شكل مرتكزة على ايه؟ شكل طيب الشكل ده المسقط الأفقي بتاعه ايه؟ مربع يبقى منشور رباعي تمام؟ يعني شكل مجسم له أربع جوانب على شكل أيوة سماء واحد يقول لي مستطيلات تمام؟ طيب مرتكز على شكل أيوة أيوة شكل مجسم القاعدة بتاعته الصغرى اللي فوق على شكل على شكل ايه؟ على شكل برضو مربع على شكل مربع طيب والقاعدة الكبرى بتاعته اللي تحت على شكل مربع برضو مربع ايه؟ كبير طيب كويس جدا ده ايه؟ الشكل ده ايه؟ أيوة سماء واحد بيقول لي ده شبه منحرف يعني شبه منحرف من أعلى مرتكز في أسفل شبه منحرف آخر عكسه يعني معكوس يعني القاعدة الصغرى من أعلى لشبه منحرف اللي فوق والقاعدة السفلة الصغرى لشبه منحرف الايه؟ التاني اللي عكسه طيب كويس جدا مرتكز على شكل برضو قاعدته ايه؟ مربع طيب يبقى برضو منشور رباعي طيب وهنا ده شكله شبه منحرف أما نبص كده على المجسم الملون اللي قدامنا هنجد انه عبارة عن قاعدة كبيرة اللي هي السفلة على شكل مربع طبعا وله أيوة وله ايه؟ وله ارتفاع او سمك الارتفاع ده اللي هو سمك يعني سمك من الامام وسمك من الخلف ومن الجنبين الاتنين طبعا هنستوضحه في الاشكال أما نبدأ نفردها شكل شكل طيب وده ايه؟ دي عبارة عن حلية موجودة في الاربع جوانب موجودة في الاربع جوانب الوجهة بتاعتها قدامنا هنا هوا على شكل مسلس على شكل ايه؟ مسلس يبقى كويس جدا كم مسلس في الاربعة بقى أما يبقى ده واحد من ناحية دي وفيه من الخلف واحد تاني يبقى حوالي تامن مسلسات تامن مسلسات كويس جدا وله سمك السمك بين قدامي هوا في الشكل الامامي طيب نبدأ كده نشوف شكل شكل ونبدأ ان ايه؟ نتعرف عليه هنا عن قربه ادي الشكل المجسم بتاعنا ادي الحلية ده السمك بتاعها ودي الشكل التاني وفيه اتنين زيهم من ناحية التانية ودي الكرة ومرتكزة على قاعدة الايه؟ المنشور اللي قدامنا كويس طيب ودي شبه المنحرف ادي واحد اتنين وفيه اتنين من ناحية التانية وفيه زيهم من اسفل يعني كام شبه المنحرف والتنين شبه بعض او اد بعض اللي هو ده وده 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 يبقى دول اربعة وفيه اربعة زيهم يبقوا تمانية يبقوا ايه؟ تمانية كويس كويس تمام؟ طيب نبدأ ننزل للشكل اللي تاعة برضو منشور رباعي منشور رباعي ومرتكز على قاعدة مجسمة الاوجه بتاعتها على شكل ايه؟ شبه منحرف طيب هنبدأ نحل المؤيسة وزي ما احنا متعودين طبعا احنا علشان نحل المؤيسة بتاعتنا بنتدأ من اسفل طبعا لان احنا قولنا وبنكرر الكلام ده اي بناء بيبنى من القاعدة يعني من الارض ونبدأ نرتفع فهنبدأ نجيب المساحات بتاعتنا من تحت طيب وبالتالي برضو هنبدأ نحط رموز للاشكال علشان تبقى واضحة قدامنا طيب نبدأ نشوف اول شكل ايوه اللي هي القاعدة اللي تحت القاعدة اللي ايه اللي تحت ادي باينه ادي الوجه بتاعها على شكل شيء بمحرف ودي السمك بتاعه وهنا بين لهو في المجسم ادي جنب ودي اتنين ودي تلاتة ودي اربعة طيب هنيجي نجيب المساحة بتاعته هنيجي نجيب الايه المساحة بتاعته فهنقول ايه هنقول مساحة شبه المنحرف سمع واحد بيقول لي طيب هو كم منحرف شكل منحرف عدد اربعة يبقى انا اقول عدد اربعة تمام طيب شبه المنحرف ده هنرمز ليه برمز ايه برمز الف يبقى شبه المنحرف ده هنرمز له برمز ايه الف طيب مساحة شبه المنحرف بتساوي ايه بتساوي القعدة قاف زائد قاف شرطة على اتنين في ايه في عين اللي هو الارتفاع في عين اللي هو الارتفاع طيب نعوض الكلام ده بالارقام فاحنا عندنا القعدة الصغرى كام قدامنا ايه ستين طيب والقعدة الكبرى واحد متر واربعين من مية طيب يبقى هنقول واحد علامة اربعين زائد اللي هي القعدة الكبيرة زائد ستين من مية على اتنين على اتنين في الارتفاع بتاعنا الارتفاع اللي هو دايما بيكون عمودي دايما بيكون ايه عمودي طيب ده كام اربعين من مية اربعين من مية يبقى بنجمع الاول واحد اربعين زائد ستين يعني اتنين على اتنين بتساوي واحد هنضربها في اربعين من مية والنتج اللي اطلع من ضرب الاربعين في المية في اربعة هيديني كام هيديني متر ستين من مية متر مربع طيب يبقى احنا كده جبنا ايه شكل شبهة منحرف الف اللي هي القاعدة السفلة اللي هي القاعدة الايه السفلة تمام هنبدأ نجيب ايه بقى الجوانب بتاعتها الجوانب بتاعته اللي هي على شكل ايه على شكل مستطيل على شكل ايه مستطيل هنا قدامنا اهو بيقولك مساحة شبه المنحرف بتساوي قاف زائد قاف شرط على اتنين في عين الارتفاع عددهم اربعة واحد اربعين من مية زائد ستين من مية على اتنين الناتج اللي يطلع فيه اربعين من مية فيه العدد اللي هو اربعة يديني متر وستين من مية متر مربع طيب نبدأ نشوف الشكل التاني اللي هي الجوانب اللي على شكل مستطيل الجوانب اللي على شكل ايه مستطيل طيب يبقى هنقول ايه مساحة طبعا ده ألف كل ده لسه احنا تبع ألف هنقول مساحة المستطيلات مساحة المستطيلات بتسوي ايه القانون الطول في العرض الطول في العرض تمام طيب عدد المستطيلات كام عدد أربعة يبقى العدد بتاعنا كام أربعة هنقول عدد أربعة طيب كام في كام قدامنا هوا ادي الطول بتاعه واحد أربعين من مية ودي العرض اللي هو تلاتين من مية يبقى هنقول واحد أربعين في تلاتين من مية وطبعا النتج اللي هيطلع هنعمل في ايه هنضربه في العدد أربعة هنضربه في العدد ايه أربعة هيديني واحد و تمانية وستين من مية متر مربع كده خلصنا من الشكل الأول طيب يبقى احنا كده جبنا القعدة بتاعتنا اللي تحت هنبدأ نجيب ايه بقى نجيب الشكل ده هنجيب الايه الشكل ده طيب الشكل ده اللي هو فين اللي هو تحت اللي هو الشكل به اللي هو احنا قلنا منشور رباع يعني له جوانب برضو على شكل ايه على شكل مستطيلات طيب يبقى هنقول الشكل به مساحة ايه مساحة برضو المستطيلات العدد خلاص متفقين عدد هنا هيبقى العدد كام عدد أربعة طيب برضو مستطيلات يعني الطول في الايه الطول في العرض تمام طيب هنبدأ نجيب الطول بتاعه العرض بتاعه طوله اهو واحد ست واحد تلاتين وعرضه ستين من مية طيب يبقى هنقول واحد تلاتين في ستين من مية الناتج اللي هيطلع كام الناتج اللي هيطلع بتاعنا هيبقى عبارة عن مساحة مستطيل واحد لهم ضربينه في كام ضربينه في العدد اللي هو أربعة بتاعنا هيديني كام ثلاثة متر واثناشر من مية متر مربع طيب كده يبقى أنا جبت الايه الشكل به الشكل ايه به نطلع نجيب الشكل اللي هو قلنا عليه ايه شبه منحرف اللي هو شبه منحرف معكوس زي بعضيهم شبهين منحرف شكل بعضيهم بس معكوسين القعدة الكبيرة مشتركة ليه شبه منحرف الاول مع شبه منحرف التاني طيب يبقى هنقول الشكل شبه منحرف اللي هنرمز ليه بالرمز ايه ايوه جين طيب مساحة شبه المنحرف مساحة شبه منحرف نجيبه الاول ادي قدامنا ادي شبه المنحرف بتاعنا ودي الايه المعكوس بتاعه ودي المعكوس بتاعه تمام طيب وهم ظهرين قدامنا هنا ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ودي واحد اتنين تلاتة اربعة برضو اربعة يبقى اربعة واربعة يبقى عددهم كام ايوه عددهم ايوه تمانية عددهم تمانية طب كويس طب هو مش مديني الارتفاع بتاع الشبه منحرف يعني شبه المنحرف ده وشبه المنحرف ده وبما ان الاتنين قد بعضيهم يبقى الارتفاع كام عشرين يبقى الارتفاع عشرين طيب يبقى هنقول مساحة شبه المنحرف ونيجي في خانة العدد ونكتب العدد تمانية العدد كام تمانية طيب القانون بتاع شبه المنحرف ايه خلاص احنا ايلينه قبلك ايوه سامة واحد بيقول لي القعدة الكبيرة زائد القعدة الصغيرة ليشرتها على اتنين في عين اللي هو الارتفاع والنتج اللي يطلع ينضرب في كام ايوه في تمانية طيب نعوض بالارقام نعوض بالارقام طيب شبه المنحرف شبه المنحرف ادي القعدة الصغيرة بتاعته كام ستين من مية طيب والقعدة الكبيرة اللي هي دي واحد متر صحيح والارتفاع عشرين لشبه المنحرف الواحد ارتفاعه عشرين يبقى يبقى هنعوض بالارقام يبقى هنقول واحد زائد ستين من مية على اتنين في الارتفاع اللي هو عشرين من مية يبقى هنقول واحد زائد ستين يعني واحد ستين على اتنين النتج اللي يطلع ينضرب في عشرين من مية والنتج اللي يطلع من ضرب في عشرين من مية يضرب في عدد تمانية لإيجاد مساحة ايه شبه المنحرف عدد تمانية طيب هتساوي كام هتساوي واحد تمانية وعشرين متر مربع يبقى عدد تمانية شبه المنحرف مساحتهم واحد تمانية وعشرين متر مربع طيب كده هننتقل للشكل التاني ننتقل للشكل التاني اللي هو ايه بقى اللي هو قدامنا هنا اهو طبعا اهو ادي مساحة شبه المنحرف وجبناه والنتج تطلع واحد تمانية وعشرين من مية نبدأ ننتقل لأيواء الشكل التاني اللي هو ايه الحلية اللي هو الحلية اللي موجودة من الاربع جوانب اللي موجودة من الاربع ايه جوانب ادي من هنا من هنا ده طبعا واحد وفيه من ناحية تانية مسلس اخر طيب المسلس ده بمعلومية القاعدة ومعلومية الارتفاع يبقى القانون ايه ايوه نص القاعدة في الارتفاع او القاعدة في الارتفاع على اتنين القاعدة في الارتفاع على اتنين طب كويس جدا طب هو في الارتفاع هل الارتفاع واحد تلاتين من مية ولا الارتفاع واحد اربعين من مية لأ طبعا احنا متفقين الارتفاع دايما بيكون عمودي المال ده ايه ده طول الضلع المايل اللي هو خاص بطول الضلع السمك اللي هو عشان نجيب مساحة السمك فيما بعد طيب كويس جدا طيب ودي التخانة بتاعته اللي هي تلاتين من مية طيب احنا عندنا كام مسلس نبص كده ادي عندنا ادي مسلس وفيه زيه من ناحة التانية يبقوا اتنين في حلية واحدة ودي مسلس وزيه من ناحة التانية ادي اتنين يبقوا اربع مسلسات هنا والاتنين اللي زيهم اللي في الجوانب التانية فيهم برضو اربع مسلسات يبقى عددهم كام ايوة عددهم تمانية طيب كويس يبقى هنقول مساحة المسلسات طيب المسلسات دي بنرمز لها برمز ايه او الشكل ده الحلية يبقى بشكل دال بنرمز لها بدال طيب يبقى هنقول مساحت مساحت المثلث مساحت المثلث بتساوي بتساوي ايه بتساوي قاف في عين على اتنين طيب عدد المثلثات كام عدد المثلثات تمانية طيب تمام يبقى نبدأ ان ايه نعوض بالارقام القاعدة مدهاني كام مدهاني ستين مدهاني اربعين والارتفاع مدهولي كام مدهولي واحد تلاتين من مية طيب على اتنين على اتنين طيب هتساوي كام الناتج اللي هيطلع من ضرب اربعين من مية في واحد تلاتين من مية على اتنين هنضربه في العدد تمانية هنضربه في العدد كام تمانية هتساوي اتنين و تمانية من مية متر مربع طيب يبقى احنا كده جبنا لايه جبنا الحلية الوجهة بتاعتها اللي هو المسلسات فاضل ايه فيها يبقى السمك طيب نشوف الاول بيقول لهو مساحة المسلسات للحلية قافعين على اتنين عددهم ايوا عدد تمانية واحد تلاتين من مية فيه اربعين من مية على اتنين النتج اللي يطلع يضرب فيه تمانية هيدينينا اتنين متر تمانية من مية متر مربع طيب نبدأ ننتقل للشكل التاني اللي هو ايه بقى اهو اللي احنا مظللينه دوت اللي هو السمك اللي هو ايه السمك كويس جدا السمك بقى يا جماعة ممكن احنا نجمع السمك بتاع الحلية كله ونضربه يعني نجمع الاطوال كلها ونضربها في السمك اللي هو مدهولي تلاتين اللي هو مدهولي كام تلاتين وممكن اننا اجمع واحدة بس واجيب مساحتها واضرب في العدد كام في عدد اربع يبقى انا ليه مطلق الحرية اننا اجمع الاطوال يعني احنا في الاولينية هنا فيها واحد اربعين زائد كام زائد اربعين دي واحدة ونجمع التاني عليها ونجمع التالت عليها ونجمع الرابعة عليها تمام وممكن ان احنا نقول واحد اربعين من مية زائد اربعين من مية في اربعين في اربعين في ايه اربعين كده جبنا المحيط جبنا ايه جبنا محيط الشكل كله جبنا محيط الشكل كله ونقوم دربينه في الايه في السمك بتاعنا اللي هو تلاتين من مية طيب نشوف الكلام ده بيقول لي السمك يبقى برضو احنا لسه في الشكل ده مساحة سمك الحلية مساحة سمك الحلية بيقول لي المحيط القانون بتاعها بقى المحيط في السمك المحيط في الايه في السمك طيب احنا اما نجمع اربعين زائد واحد اربعين هيديني كام هيديني واحد تمانين يبقى ده المحيط يبقى ده ايه المحيط بتاع شكل واحد في في كام في تلاتين اللي هو ايه ايه ايواء اللي هو السمك اللي قدامنا اللي هو السمك اهو طيب والنتج اللي هيطلع هينضرب في كام ما احنا العدد اربعة عدد اربع وحدات ادي واحدة ودي اتنين وفي من ناحية التانية اتنين كمان يبقى في العدد اربعة الناتج اللي هيطلع هيديني اتنين متر وستاشر من مية متر مربع ده كده مساحة ايه سمك الحلية مساحة سمك الحلية تمام كده جبنا مساحة سمك الحلية قدامنا اهو بقولك مساحة السمك الحلية دال بتساوي المحيط في السمك في العدد طيب العدد كام العدد اربعة طيب نشوف الناتج اللي هيطلع بيقولي واحد تمانين من مية في تلاتين من مية الناتج اللي هيطلع اتنين ستاشر من مية من المتر المربع طيب نبدأ ننتقل للشكل هيه للشكل ايه هيه ادي الشكل هيه اللي هو قلنا عليه منشور لو احنا رجعنا للشكل من اللي هو المساقط هنجد فيها ايه هنجد ان هو مديني هنا تلاتين ومديني في الجزء من تحت هنا اللي هي المسافة اللي بين الحلية يعني اللي بين الحلية من اعلى وبين الحلية من اسفل مديني كان مديني تلاتين وتلاتين تمام وكان الباقي باقي الطول كان مية وتلاتين طيب اما نجمع تلاتين وتلاتين ستين وعليهم المية وتلاتين اصبح كان الطول كله بتاعه كان واحد تسعين واحد تسعين طيب والعرض من أسفل ستين من مية يبقى الوجه اللي هو المستطيل كان واحد تسعين في ستين يبقى هنقول الشكل هي الشكل هي مساحة المستطيلات مساحة ايه المستطيلات طيب مساحة المستطيلات قدامنا بنقول طبعا العدد بتاعهم كام العدد اربعة يبقى العدد اربعة كويس طب المستطيل القانون الطول في ايه العرض طول في العرض كويس طيب نعود بالارقام نعود بالايه بالارقام هيبقى واحد تسعين في كام عرضه ستين من مية طيب النتج اللي هيطلع ده مساحة ايه مساحة واجه واحد او مستطيل واحد او مستطيل ايه واحد نضربه في العدد كام اربعة نضربه في العدد اربعة هي الديني اربعة متر وستة وخمسين من مية متر مربع كده يبقى احنا جبنا الشكل ايه جبنا الشكل هيه الجوانب بتاعته الجوانب ايه بتاعته طب فاضل ايه فاضل السطح اللي فوق ده اللي هو المربع وبعد كده هيبقى في ايه هيبقى في ايه الكرة طيب نشوف الاول بيقول لي مساحة المستطيلات هي القانون الطول في العرض عددهم كان عددهم اربعة طيب ايه الارقام بالتعويض بالارقام واحد تسعين في ستين من مية بتساوي اربعة ستة وخمسين من مية متر مربع طيب نبدأ ننتقل للسطح العلوي بقى اللي هو بتاع الايه بتاع الشكل هي السطح العلوي اللي هو فوق طيب هنقول هي برضو احنا لسه في هي هنقول مساحة السطح العلوي او القاعدة او ممكن نقول ايه القاعدة ممكن نقول القاعدة تمام بتساوي احنا قلنا في البداية ان دا مجسم عبارة عن منشور رباعي طيب اما يبقى منشور رباعي ايوه نرجع زم الاول ايوه اللي هو ايه قاعدته تبقى مربعة قاعدته تبقى ايه مربعة طيب يبقى العدد ايه العدد واحد العدد واحد طيب القاعدة بتاعته كام من دهاني ستين يبقى طوله دلع ستين يبقى ستين من مية في ستين من مية والناتج اللي هيطلع طبعا هنضرف واحد هو هو الناتج هيبقى كام ستة وثلاثين من مية من المتر المربعة طيب نبدأ ننتقل ليه بقى الكرة نبدأ ننتقل ليه الكرة طيب احنا علشان نجيب مساحة الكرة علشان نجيب مساحة الكرة يبقى الكرة بقى بنرمز ليها برمز ايه واو اهو دي اللي هي الكرة اللي هي ايه الكرة يبقى هنقول مساحة الكرة مساحة ايه الكرة طيب مساحة الكرة ايه الكرة طبعا زي ما احنا عارفين ايوا بنشوفها في جميع المساقط المسقط الرأسي والأفقي والجانبي دايرة يعني من هنا دايرة ومن هنا دايرة ومن هنا دايرة يبقى طالما بنشوفها من جميع الجهات على هيئة دائرة يبقى كرة طيب الكرة مساحت ايه مساحتها بتساوي اربعة طه نق تربيع يعني مساحة اربع دواير مساحة اربع دواير طيب نعود بالارقام يبقى هنقول اربعة فيه طه اللي هي كام تلاتة واربعتراش من مية طيب نقم الدهولي كام نقم الدهولي نقم الدهولي بالنسبة ل الكرة تلاتين من الدهولي كام تلاتين ليه لانه هو الدني طول الكطر بالكامل اللي هو الستين طول الكطر بالكامل اللي هو الستين طيب طب انا عندي دلوقتي نق تربيع نق تربيع يعني نصف القطر يبقى هنقول اربعة فيه تلاتة اربعتاشر من مية اللي هي طه فيه نصف القطر اللي هو تلاتين من مية فيه نصف القطر اللي هو تلاتين من مية والناتج اللي هيطلع واحد تلاتاشر من مية من المتر المربع طيب كل النواتج دي كلها او كل النواتج اللي احنا جبناها في جميع الاشكال اللي احنا قلناها دلوقتي هنجمعها كلها مع بعضي هي الموايسة خلصت يا مستر لا لسه في خطوة او خطوتين طيب ايه هي بقى الخطوة اللي جاية نشوف الخطوة اللي جاية بيقول لي ايه احنا عارفين طبعا ادي الحلية بتاعتنا الحلية دي ملتصقة بجوانب المنشور اهي ملتصقة بجوانب المنشور و احنا مجينا نجيب جوانب المنشور جبناها كلها بما فيها الجزء اللي متغطي ده الجزء اللي ايه متغطي ده من خلال التصاق الحلية في الجانب طب أنا عندي كام حلية أربعة يعني في الأربع جوانب يعني في أربع أماكن مش هتدهن في الجوانب الأربعة يبقى هنبدأ نيه نطرحها نشيلها ليه لأنها مش موجودة عشان تدهن مش موجودة عشان تدهن طيب نشوف بقى على شكل ايه على شكل مستطيل على شكل ايه مستطيل كام المستطيل بتاعها طبعا التخانة دي بتاعة المستطيل ليهي تلاتين ليهي كام تلاتين طب هم عددهم أربعة طيب وطوله كده كام طوله كده كام من أول هنا لغاية هنا واحد تلاتين من مية واحد تلاتين من مية كويس طيب يبقى احنا كده عرفنا طول المستطيل او طول الجزء الملتصق بالمنشور او طالما احنا حطينا رموز يبقى طول الجزء الملتصق بالشكل ايه بالشكل هه بالشكل ايه هه تمام يبقى هنقول عندنا الخطوة دي اسمها التنزيلات لان احنا هننزلها بنترحها طيب على شكل ايه مستطيل يبقى هنقول تنزيل التصاق الشكل ايه الشكل ايه بقى الشكل دان بايه بالشكل هه يعني هنزل التصاق الشكل دان بالشكل ايه هه طيب كان عددهم العدد اربعة طيب على شكل ايه على شكل مستطيل يبقى هنقول مساحة المستطيل بتساوي الطول في الايه العرض طيب نيه عوض بالارقام هيبقى واحد تلاتين في السمك بتاعنا اللي هو كام تلاتين من مية تلاتين من مية النتج اللي هيطلع ينضرب في كام في اربعة النتج اللي هيطلع ينضرب في اربعة يبقى مساحة الاربع مستطيلات واحد ستة وخمسين من مية متر مربع كده نبقى احنا جبنا الاجزاء المختفية كمان المفروض مش هتدهن اللي المفروض مش هتدهن لكن احنا جبنا مساحتها في الاول في الجوانب الشكل بتاعنا اللي هو الشكل هي لان احنا جبناها بالكامل مصمطة لكن ما فيش حاجة رجبة عليها طيب بعد كده احنا بنعمل ايه بنجمع الاطوال بتاعتنا دي كلها او بنجمع المساحات اللي احنا جبناها لكل الاشكال اللي قدامنا لغاية الخطوة اللي هي مساحة الكرة لغاية خطوة مساحة الكرة كل دي بتتجمع مع بعضها وبتتحط فين في خانة الجزئية طبعا الناس عارفة الجدول بقى خانة الجزئية طيب اما جمعناهم مع بعض كلهم الخطوات دي كلها الدانة كام الدانة سبعتاشر متر سبعة وتسعين من مية متر مربع طيب طب والتنزيل كام التنزيل احنا جبناه واحد ستة وخمسين من مية متر برضو مربع طيب اسمها تنزيل تحط في خانة التنزيل كويس طب انا عاوز ايه انا عاوز المساحة الصفية اللي انا هدهنها المساحة الصافية التي سوف تدهن طب نطرح مع بعضنا كده هتديني 16 41 من مية متر مربع يبقى خلاص احنا عرفنا كده مساحة النصب التسكاري الواحد يبقى مساحة نصب تسكاري واحد كام 16 واحد واربعين من مية من المتر هنجيب ايه بقى بعد كده ايوا هو طلب الطلب التاني بيقول لي ان انا عاوز مساحة ايه عاوز مساحة 13 نصب تسكاري هيوضع في الميادين طيب نشوف الكلام ده يبقى هنقول بند اتنين بقى كده بيعتبر ده بند اتنين الطلب التاني بالمتر المربع حساب وتوريد عدد هنكتب العدد كام 13 في في كام في 16 41 من مية الناتج اللي هيطلع كام الناتج اللي هيطلع اتنين 213 و33 من مية متر مربع طيب ده مساحة ايه ده مساحة لل13 وحدة او 13 نصب تسكاري طيب هو دلوقتي يا جماعة اما بنعمل خطوة اسمها خطوة التقريب دول 213 و33 33 33 من مية يعني من المتر بتقرب لمتر تقرب لمتر ايه صحيح يبقى هيبقوا كام هيبقوا 214 متر مربع تقريبا لازم نكتب تقريبا طيب في جزئية جماعة انا كنت اتكلمت فيها المرة اللي فاتت الحلقة السابقة الجزئية بتاعت التقريب الجزئية بتاعت التقريب بنبدأ في بعض السادة المدرسين بيبدأ يقرب خطوة خطوة من الخطوات بتاعتنا طبعا دا ما ينفعش يعني ايه يعني هنا جبنا مثلا اول خطوة اللي هي متر وستين اقدر هي جاية متر وستة خمسة ثلاثة او جاية كده على الالة وانت بتحسب الخطوة المفروض ان انا اعمل ايه ان انا باخد رقمين اتنين بعد العلامة فقط يعني هيبقى دا الرقم دا واحد علامة ستين في بعض السادة المدرسين بيعمل ايه بقى لو طلع له مثلا واحد علامة ستة سبعة اتنين تلاتة مثلا بيقوم واخد الرقم دا اللي طلع له على الالة ويقوم محوله عامل واحد علامة و لاغي الارقام دي كلها وبيزود على الستة رقم بيقول طالما ازيد من خمسة نبدأ نقرب الرقم دا يبقى دا يبقى سابعة طبعا دا غلط يا جماعة ليه لان انا لو قربت خطوة خطوة من الخطوات هيجي النتج في النهاية هيجبر هتبقى المساحة اكبر من المفروض تطلع على حسابي ليها يطلع بالشكل دا فبالتالي التقريب بيتم في الخطوة الاخيرة من المؤيسة بيتم في الخطوة الاخيرة من المؤيسة هنبدأ نشوف كده هوريكم الجدول واضح هنبدأ نشوف الجدول اهو قدامنا اهو ادي الخطوات مساحة شبه المنحرف بالقاعدة الف بالمتر هنبدأ نشوف الجدول قدامنا طبعا خانة الوحدة بالمتر المربع بعدها العدد او الكمية العدد اربعة جبنا مساحة شبه المنحرف القانون بتاعنا هو قاف زائد قاف شرطة على اتنين في عين قاف شرطة في زائد قاف على اتنين في عين ودي القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة على اتنين الناتج اللي طلع بعد الضرب في العدد اللي هي اربعة اداني واحد ستين طيب نبدأ ناخد الخطوة التانية بيقول لمساحة المستطيل بالشكل آلف برضو خانة الوحدة ان انا بتعامل بالمتر انا بتعامل بالمتر طيب بتعامل بالمتر يبقى بحط ميم تربيع طيب بعد كده الكمية الكمية عدد اربعة طيب بعدك نحط الاطوال بتاعتنا طيب نشوف القانون القانون مهم جدا لازم نكون نكتبه في خانة الملاحظات الطول في العرض ده مساحة المستطيل ضربنا واحد اربعين في تلاتين من مية والنتج اللي يطلع ينضرب في العدد كام اربعة اداني هنا اللي هي في خانة الجزئية زي ما احنا لسه قليمي شوية بعد كده مساحة المستطيلات بالشكل به المستطيلات بالشكل به بعد كده خانة الوحدة بالمتر المربع عددهم كام عددهم اربعة هيبقى واحد تلاتين من مية في ستين من مية والنتج اللي يطلع ينضرب في كام في اربعة اداني تلاتة واثناشر من مية بتحط في خانة الجزئية طيب نيجي بعد كده مساحة شبه المنحرف بالشكل جين اللي هي شبه المنحرف اللي احنا قلنا اتنين عكس بعضيهم القاعدة الكبرى مشتركة بالمتر برضو المربع خانة الوحدة بعد كده الكمية عددهم تمن ايه تمانية شبه منحرف في الاربع جوانب هيبقى 31 من مية زائد 40 من مية على اتنين الناتج اللي طلع من ضربية القاعدة كبيرة زائد القاعدة الصغيرة على اتنين بنضربها في تمانية الناتج اللي طلع اتنين تمانية مية من مية برضو في خانة الجزئية بعد كده مساحة سمك الحلاية بالشكل دال بالمتر المربع عددهم اربعة اربع حلاية في الاربع جوانب برضو على شكل ايه على شكل مسلس على شكل مسلس مساحة المسلس قاف في عين على اتنين قاف في عين على اتنين بعد كده بنقول واحد تلاتين من مية في اربعين من مية اللي هو القعدة الارتفاع على اتنين والنتج اللي يطلع ينضرب في كام في تمانية تمانية ايه تمانية المسلس النتج اللي طلع اتنين تمانية من مية طيب نبدأ نشوف السمك بتاع الحلاية اللي هي الحلاية دال الشكل دال احنا عندنا السمك لوحدة بيساوي لحلية واحدة واحد تمانين في تلاتين من مية طيب واحنا عندنا كم واحدة عندنا اربعة يبقى العدد اربعة او في خانة الكمية اربعة والنتج اللي هيطلع طبعا من ضربية الطول في العرض المستطيل نضربه فيه اربعة يديني اجمالي في خانة الجزئية كام اربعة ستة وخمسين طيب نبدأ ننتقل لإيه لشكل هي الشكل هي اللي هي الجوانب المنشور اللي فوق جوانب المنشور اللي فوق بالوحدة متر مربع عددهم طبعا اربعة هيبقى واحد ايوه واحد تسعين فيه ستين من مية والنتج اللي هيطلع هندرب في كام في عدد الجوانب اللي هي اربعة عدد الجوانب اللي هي اربعة هيديني الناتج بتاعنا اربعة ستة وخمسين اربعة ستة وخمسين اخر حاجة قبل ما نطلع نوصل للكرة اللي هي مساحة السطح العلوي للشكل هي او مساحة القعدة للشكل هي بالمتر المربع طبعا عدد قعدة واحدة والقعدة دي على شكل مربع قعدة دي على شكل مربع لانه اسمه ايه منشور رباعي طيب بعد كده بنقول ستين من مية في ستين من مية والنتج اللي هيطلع يتحط فيه خانة الايه الجزئية ستة وتلاتين من مية بعد بعد كده هنجيب مساحة ايه مساحة الكرة مساحة الكرة اللي هي بنرمز لها بالرمز واو عدد الكور طبعا هي كرة واحدة الوحدة بالمتر المربع نبدأ نقول القانون اربعة طه نق تربية يبقى اربعة في تلاتة اربعة عشر اللي هي ايه اللي هي الطه في تلاتين من مية اللي هو نصف القطر الاول في تلاتين من مية اللي هو نصف القطر بعد كده بعد كده عندنا التنزيلات اللي هو تنزيل التصاق الحلية اللي قلنا على شكل ايه على شكل مستطيل الوحدة بمتر مربع عدد طبعا أربع مستطيلات هيبقى 31 من 100 في 30 من 100 اللي هو السمك بتاعنا والناتج اللي هيطلع يتحط فين لأنه مش هيديه هتحط في خانة التنزيلات طيب بعد كده أنا بعمل إيه ببدأ أجمع كل الجزئية مع بعضيها وتتجمع وتتحط هنا في الخانة دي وكذلك لو فيه تنزيلات أكتر من تنزيل برضو زيه بعد كده بنبدأ نطرح التنزيل من الجزئية يديني صافي المساحة اللي أنا هدهنها ده لنصاب واحد بعد كده إحنا بنضرب في 13 اللي هو عدد النصاب التسكاري علشان أجيب الإجمالي المساحة الصافية اللي هتدهن إلى هنا تنتهي حلقتنا على أمل اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة